أسواق وباع فوضويون منتشرون هنا وهناك والأسوأ من ذلك مواطنون يقبلون على اقتناء هذه الصلع دون مراعاة الخطر الذي يمكن أن تشكله وشري جيب خيثيك نشريها من طوابل يعني شوية نخيصة على الداخل ما نخافش على نخاف هي تساعدني على ها نتبع على الحسب شوية هي ناقصة شوية على الداخل يعني ما صر فيها حتى ضرر ما نشيوش خطر شراء إنسان ما يدريشوش الليدات كيين فيهم أمور كيين كيين فيما شمساعد عند البيشري يسمى حاجة ريبينة هنا يا بليدات تاحة وفي الفريقو كل شراء النظم كايين زباولهم سيكن يحطوه في ساعة بره ما عندهمش وانتوين يحطوه وحطوه بره يبيعه بصع ماشي وما كم المواد غلائيا وما تستعمل في الحين وتستعمل بره كايين الحاجة ليستعمل في الفريقو كايين حاجة ليستعمل ليس لوجيك تبعها برها برها تخسر بحالك ليس لوجيك بحال الحينوز عدم احترام معايير التبريد والنظافة من طرف التجار خاصة وفصل الصيف على الأبواب تجعل من هذه الصلع قنابل موقوطة موجهة للمواطنين مستهلك عنده شطر من المسؤولية كبير يشري لمن تشتعوا الغدائي يشريوا من المحل يساس يقبل يشرع عند تاجر كان وضع ذلك المنتوج في البرات وبالي هذا المستهلك قام باقتناء المنتوج عن طريق وسائل تحتفظ على درجة الحرارة المنتوج كما لي وفت الحليب رغم الأخطار المترتبة عن اقتناء المواد الغدائية من الأرصفة إلا أن المواطن يجد نفسه مرغما على التوجه إليها خاصة وأن قدرته الشرائية تنهار يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر